وينضم إلينا مباشرة من بغداد الكاتب والباحث السياسي نبيل العزاوي. سيد نبيل ورحب بكمان إلى هذه النشرة. في البداية كيف تقرأ ردود الأفعال العراقية على حرق المصحف؟ شكرا سيد زينة وكل عام وانتب خير ومشاهديكم بألف خير. المتابع والمتتبع للأحداث يقرأها في ثلاث مسارات. المسار الأول هو الاستنكار الذي في كل العراق وفي كل محافظات العراق وفي كل طوافع العراق استنكار لهذا الفعل الدنيئ المسيء للإسلام. كذلك القراءة الثانية بأنه مقاطعة وهناك الكثير من ذهب إلى مقاطعة كل البضاء التي تأتي من السويد وخاصة التي موجودة في الأسوال. والمسار الثالث بإعادة ومحاكمة هذا الرجل الذي لا يملك الجنسية السويدية حسب ما وصلنا بأنه لاجئ. ولحد الآن تطبق عليه يمكن أن محاكمة العراقية. الخارجية كذلك كان موقفا ثابتا بإعادة هذا. وهذا ما أكده السيد الصحاف بأنه هناك رسائل. وصلت إلى السويد بأنه يجب إعادة هذا الرجل ومحاكمته بالعراق. كذلك يجب أن لا ننسى موقف السويد الذي اعتذر بشكل علني عن الإساءة. وقال إنها لا تمثل السويد. ولكن السؤال الذي يبقى هو مثير للجدل. كيف يمكن أن تكون هناك هذه العملية مؤطرة بالقانون السويدي. وحدثت وكان هناك حرق للمصحف. كانت هناك إساءات فردية. إساءات للرسول صلى الله عليه وسلم. وتكون هناك. وأتذكر حتى كصارت في فرنسا وفي السويد وفي دنيمارك. ولكن لم تؤثر بقانون تلك الدولة. ولم تعمى. ولذلك أعتقد هي هذه الإجابة. يجب أن تكون عاجلة وتطمئن الشعب العراقي والعالم الإسلامي. يعني هو في تعليق للحكومة السويدية. قالت بأن الشرطة بصدد إجراء تحقيق بشأن الانتهاكات المشتبه بها. وفق قانون جرائم الكراهية السويدي. برأيك ضمن هذه الجملة. هل من الممكن استرداد الفاعل إلى العراق؟ لحد الآن الاسترداد لا زال. لا نستطيع أن يجيبه أولا. هذه قضية مهمة جدا. القانون السويدي يتعامل مع اللاجئ ويتعامل مع صاحب الجنسية. هذا كقوانينهم. ولحد الآن يحمل الجنسية وليس عفوا لا يحمل الجنسية. ويمكن استردادها. هناك من يقول لا السويد سوف لن ترسله لأنه تخشى عليه عقوبات أو تعذيب. ولذلك أعتقد أن هذه العملية بحد ذاتها. وهذا ما أكده رئيس مجلس القضاء الأعلى. يجب أن يعاد ويجب أن يحترم القانون العراقي. ردة الفعل بتقديره هي أن السويد يجب أن تسرع بعادته العراق لمحاكمة وفق القانون العراقي. قضية مهمة بأنه العالم الإسلامي اليوم يخشى بأنه أن تتكرر هذه الحوادث. أن لم يكن ردة فعل حازمة. وهذه ردة الفعل يجب أن تكون بأطر قانونية. وأن لم تكن هناك عقوبات لا تكرر هذه الأفعال الدنيئة والمسيئة للإسلام. قضية السيد السستاني حينما بعث رسالة لأمين العام بوقف انتهاكات وقدسية لأكثر من مليارين مسلم. هذا يؤكد بأن هذه القضية لن تأخذ طابعا شكليا وإدانات فقط. إن لم تكن هناك محاسبة حسيرة لهذا الفعل. وأعتقد أنها ستكون أنا بتقديري ستكون تتخذ هذا الإجراءات الحسابية في الحوادث العام. ما هو رأيك سيد نبيل باقتحام السفارة السويدية؟ وهل من المتوقع خلال تظاهرات اليوم أن يتكرر هذا الفعل؟ لا أعتقد أن هناك من سيذهب إلى السفارة السويدية أو ستكون هناك اعتداءات أو حرق. وهذا ما أكدته لجنة المظاهرات والتي أكدت. وحتى بيان وزير القائد كان واضحا جدا بأنه لا يمكن أن هذه الأماكن تمثل. لأنها تمثل كذلك قدسية لهذه السفارات. ويجب أن تحترم والعالم ينظر إلى هذه الإجراءات. أعتقد أنه لحد هذه اللحظة أنا أتكلم أن الأمور جيدة جدا ومسيطرة عليها. خصوصا أن هناك تعاونا أمنية ما بين التيار الصدري وما بين القوات الأمنية التي انتشرت بشكل كثيف من الليلة البارحة إلى اليوم. وهذا حتى ما أكده هناك ما لاحظناه من المناصرين للصدري بعد صيام سياسي كثير للسيد الصدر. ولم تكن هناك أعتقد أنهم سيلتزمون بما أمر به السيد الصدر. بأن هذه السلمية ويجب أن تصل الرسائل السلمية. سيد نبيل ما تداعيات ما حدث على النسيج المجتمعي العراقي. وكيف سيؤثر بحد ذات على العلاقات العراقية السويدية أيضا؟ بما لا يقبل الشك بأنه ننتظر هناك ردود أفعال من السويد. حتى تطمئن وتبرد الجبهات التي حدثت. المجتمع العراقي غاضب. المجتمع الإسلامي غاضب. العالم كله ندد بهذا الفعل. لا زالت هناك لم نتلقى أنه هناك بشكل رسمي للأديان في العراق. ما بين المسلمين والمسيحيين؟ لا أعتقد أنه سيتأثر. لأنه هذا لا يمثل المسيح. ولا يمثل جنس معين أو لون معين. هذا فعل يريد من خلاله أن يروج شيء معين. ولكن المسيح والإسلام متعاضدين متكاتفين. وخاصة بعد داعش وما فعله داعش. وحينما أراد أن يفك هذا النسيج. ولكن هناك لحمة قوية ما بين الشعب العراقي. هذه اللحمة تبلورت اليوم بأن تكون مظاهرات حسب ما رأينا. وفهمنا أن المظاهرات سنية شيعية كردية مسيحية من كل الأطياف. خرجوا اليوم لننددوا بهذا الفعل. وأعتقد أن الرسالة وصلت للحكومة السويدية. وعليها أن تتخذ إجراءات عاجلة بأن تكون هناك محاسبة عسيرة لهذا الشخص. وما هو للحكومة العراقية حسب القضايا العراقية. حتى أن أبرشية الموصل السريان الكاثوليك أدانت هذا الفعل. سيد نبيل ما المطلوب لمحاربة الإسلام وفوبيا في الدول الأوروبية؟ المطلوب أكيد نحتاج لحد هذه اللحظة وقفة حقيقية. نحتاج إلى صحيح. هناك من يقول هو حرية التعبير. لكن حرية التعبير أن لا تتعارض مع حريتنا كإسلام. كمسلمين وكمعتقدات. ولذلك أعتقد في قوادم الأيام ستكون هناك وقفة. ستكون هناك مؤتمرات عاجلة. منظمة المؤتمر الإسلامي ستحقد اجتماعا عاجلا. هناك منظمة الجامعة عربية ستحقد اجتماعا عاجلا. الكثير سيتحرك على هذه القضية. لأنه تركها سائبة بدون عقوبات. ستتكرر قوادم. وهذه ليست المرة الأولى. ولن تكون الأخيرة. لم تكن هناك التزامات دولية من هذه الدول. التي تعطي حرية لها أناسيا. ولكن هذه الحرية. يمكن أن تتقاطع مع حريتنا كإسلام. ولكن ألا تعتقد أن ذلك ألغم سيتقاطع مع حقوق الإنسان. وحرية التعبير. وما إلى ذلك. هذا السؤال ذكرني حينما سئل ماكرون في زيارته لمصر. أسأله أحد الصحفيين. قال بعد الإساءة للرسول. لماذا لم تتخذون؟ قاله هناك لدينا قانون. هو حرية التعبير عن الرأي. هذا القانون يجب. ولذلك وقفت. هذه النقطة يجب أن لا نعبرها. يجب أن تكون محددات وضوابط لقضية حرية التعبير. حرية التعبير لا يعني أنه أن يكون أي شخص يمكن أن يتعارض مع الشخص. أن يحرق كتابه. أن يحرق إنجيله. ولذلك أعتقد أن هذه المرة ستكون هناك وقفة حقيقية. لأنه الكل مجمع أن هذه القضية لن تمر. لأنها أضطرت بالقانون. تلاحظين حضرته. كان هناك شرطة سويدية. وشرطة يطلون أوامرهم من القضاء السويدي. هناك قبول ضمني شكلي. وهذا ما برره. حسب ما تدرين بأن وزارة الخارجية بررت هذا الموقف. ولكن ليس بموقف حاد وواضح. بأنه سنسلم هذا الشخص وسيحاكم. إن سلمه وحكمه في العراق. أعتقد أن الرسالة وصلت. وأنه سوف لن يفعل أحد أو يكررها. سواء أي شخص يمكن أن يتعارض مع الشخص آخر. ولذلك أعتقد أنه سننتظر في التحقيقات السويدية. هل سيكون هناك ضمانة لسلامته؟ هناك ضمانة. هناك قانون العراقي. وفق العقوبات والقانون العراقي. إن أتى إلى العراق سيحاكم حسب فعلته. هناك قوانين في الدستور العراقي. في قانون العقوبات. تجرم هذا الفعل وفق القانون العراقي. أنا أعتقد أن القانون العراقي لديه مسال قضائي. ولديه محامل. ولديه إدعاء عام. ولديه تمييز. ولذلك أعتقد أن هذه القضية متروكة للقضاء. ولكن يجب أن يعاد. هذا ما فهمناه. أن الحكومة السويدية قد اعتذرت عن هذا الفعل. ولكن لا يكفي الاعتذار دون تسليم هذا الشخص إلى الحكومة العراقية. هناك تحقيق عاجل. سمعنا حتى من الحكومة السويدية. أن هناك تحقيق عاجل من الذي أعطى للقوات الشرطة السويدية أن تقوم وتحمي هذا الشخص. وخاصة في يوم عيد الأضحى المبارك. هذه القدسية في هذا اليوم. هو أنه يريد أن يوصل رسائل. هذه الرسائل يجب أن توقف. هذه رسائل عدائية للإسلام. وكل طوائف بأن تكون هناك عقوبات حقيقية. وفق القانون أي دولة قانون العراقي لديه عقوبات. ويجب أن يعاقب وفق القانون والدستور العراقي. منتنى كثيرا لك على حضوري. معنا مباشرة من بغداد الكاتب والباحث السياسي نبيل العزاوي. شكرا جزيلا لك.